مرحبا بالمترشحين في هذا الفيديو ان شاء الله سننهضروا للدروس اللي يخصكم تراجعوها بالنسبة اللغة الفرنسية ما غديش نجاوبوا على الامتيحانات وانما خصنا نعرفوها باز باش اي امتيحان تحط نعرفو كيفاش نتعاملو معه مش نجاوبوا على هادك السؤال وبدلونا المعطيات وما نعرفوشلو وانما خصكم تعرفوها باز ونوريكم الدروس اللي يخصكم تراجعوها كاملة باسكو ديما خصت حط كل عام هاد دروس يركزوا اليوم من الاحسن تفهم وعاد تشوف وعاد تغطاب الراسك يعني من اللي عاد تفهمها مزيان سير قلب على امتيحان وجاوب عليه من اللي تجاوب سير قلب على الاجابات يعني تشوف راسك واش وانا متأكد 100% من اللي غدي تفهم الدرس وغدي يجي قدمك الامتيحان غدي يجيك ساهل وغدي تجاوب عليه بالزربة آليزي نبدو باول سؤال اللي كيكون عندو علاقة بالنص اللي هو كالتيب دوت تاكست شنو النوع دي لهاد النص هذا هلو غنتا من اللي غدي تقرأ النص خصك تفهمه و تعرفه عليش سيتكلم واش اكسبليكاتيف يعني تفسيري كيف تسترشي حاجة او انفورماتيف اعلامية كعطيش معلومة ولا ناغاتيف يعني رواي كيحكي على قصة شي واحد ما كانش من هالثلاثة هادو ودير انجنكتيف بنسبة السؤال تاني نيفو دولانج يعني المستوى دي اللغة اللي كيتكلم به هاد النص واش نيفو فاميليا مألوف نيفو قغان يعني عادي كيف ما كنسمعو فلاتيليا ولا فالشاريع ولا نيفو ستوني يعني مؤكد ستديغ ستنداغ اللغة بالنسبة للنص كنلقاو يعني اسئلة نص كنلقاو تقريبا شي سبعة احتل ثمانية دي الاسئلة من بعد كنلقاو لك سورة لسنتيمون يعني مدى تعني هذي الكلمة من خلال النص الى اخيره هنه عن دخول الدروس 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 اول درس اللي هو الفيجور دو ستيل يعني كعتاوكو هاد الجملة وكيقولك شنه هو الفيجور دو ستيل دي هاد الجملة هذي واش ميتافوغ ولا الكمباريزون ولا الپاراليليسم ولا الپيرسونيفيكاسيون دونك تم اللي هتكون عارف هاد هاد الفيجور دو ستيل من اللي غادي تراجحهم غادي تعرف تجاوب من بعد كنلقاو الناتور غراماتيكال هاد الناتور غراماتيكال كين منهم السبستانتيف البرونان الادجيكتيف والادفيرب يعني كعطاوكو هاد الكلمة وكيقولك شنه النوع ديالها طبيعة الحال فاتختار من هاد الاختيارات لك يعطاوك مثلا في العام الفائت في سنة الفين وواحد وعشرين كنسولوهم على اعطاوهم جملة وفيها بيانتو هما سطروا على ديك بيانتو يعني كيقولي هاد الكلمة اللي مسترن عليها شنه الناتور غراماتيكال ديالها بيانتو هي ادفرب يعني ادفرب دطان دارف زمن لي پروزيسيون سيبوردوني دانك هنا كعطاوكو هاد الجملة فيها انتصيدان پرنو رولاتيف اوكو هما كيسولوك شنه هيا ديال لأ پروزيسيون سيبوردوني هوش رولاتيف ولا سركونستانسيال اتترا انت من اللي غتراجع الدرس ديال اللي سيبوردوني غدي تعرف شنه غدي تدير الفونكسيون جراماتيكال يعني كعطاوكو هاد الجملة وانت كتشوف واش كمبليمون دوبجي ديركت او لا كمبليمون دوبجي انديركت ولا كمبليمون ديال دونك نخسك تراجع الدرس ديال اللي كمبليمون الليكس برسيون او بيان لزيكس برسيون تعابير كعطاوك جملة او كيسولوك على يش كتابر هاد الجملة واش لا كوز السابب او لا الوبيت الهدف او لا لا كونسيكنس شي نتيجة او لا لا بوزيسيون يعني تقابل اللي ترانسفورماشيون نيغاتيف كعطاوك واحد الجملة وكي يقولك شنو هو او لا ما هي اللي ترانسفورماشيون نيغاتيف المولا ايماليا واش نو با نو بلي نو جامي او لا نو غير هناخ سكتبش تراجع دارس ديال لا نيغاتيو لتيب دو ديسكوغ نوع الخطابات كنعرفو احنا جوج كين ديسكوغ ديغيكت و ديسكوغ ان ديغيكت بالنسبة للديسكوغ ديغيكت راني درت لكم لقيومي توجوغ كتكون لقيومي يعني دك الشخص اللي كيتكلم كنهزو الجملة دياله مباشرة وتنحطوها وان ديغيكت كيكون نقل غير مباشر ديسكوغ دياله يعني انت كتوصل ديك اللاب بارول دياله او ديك الجملة اللي قال لك بطريقة غير مباشرة واحد اضافة نعطي عليكم بالنسبة لها الدرس هذا ديال دياله من ستل السولة اللي كان هناك يولي لهيه سوس سي كتولي سو لا يعني كتكون بنتمو حد الكلمة السي كتولي لا ايه كتولي لا فييل دكوغ نشوفوا بنسبة ليفوا ليفوا هنا عدنا الافواة باسيف الافواة اكتيف دنك الدرس سخصكم تعراجعوا تعرفوا تعرفوا شنو هو الافواة باسيف وشنو الافواة اكتيف باش اي سوال تعطي لكم بنسبة لها الدرس هذا غا تجاوب اليه لبون فخاز هنا كتختار الجملة الصحيحة و باش تختار الجملة الصحيحة خصك تكون عارف القرامير يعني الضابط القرامير و ايه او ميمطان لا كونجيكيزة ولا لبخنان غولاتيف هنا بالنسبة لبخنان غولاتيف كي اعطيك واحد الفاراغ او كي يقول لك ملق هاد الفاراغ بك ولا دن ولا او ولا كي دنك خسك تراجع درس ديال ليه بخنان غولاتيف ليه موده ايه طان ديه بخنجيكي يعني كعطيك واحد السؤال هنا خسك تكون كتكون لكون لكون جيكيزة مثلا في حال اشي سؤال كي يقول لك في اي سيغة و في اي زامن صرف الفعل الذي تحته خط يعني كعطيك واحد الجملة و كيشده واحد الفعل كيكون مسرف كي دلو تحتو خط طابعة الحال كعطيك اختيارات كي يقول لك شنو هي السيغة و الزمل اللي تصرف هاد الفعل مثلا في اختيارات كي أعطيك الامبارفاي البرزان ولا امبارفاي فيتور ولا كي يقول لك الكونديسيونيل البرزان بحال هادش يادا ندوزو لانفينيتيف الاغلو لانفينيتيف كي أعطيك واحد يقول لك شنو هو الانفينيتيف ديالو مثلا في السيغة الماضية دوليوم فعل سفو دوليوم حد فعل ديال إل فو سفو واطوم اختيارات اتر فغ فالوغ يعني اللي ما عارفش الكونجيزون ديالالverbe هدا غايدير اما فغ ولا فالوغ علاج حد كي يناف ولكن إجابة الصحيحة وهو ولوغ اتر لاجت تشوفو في الباس السيمبل الوغير باتر كي تصرف في جو في توفي يوفي الوفي واكده الافورم كونجيقي هنا كحتوى كوهد الجملة تقتر تكون فيها l'imperatif ولو الكنديسونيال ولو غير ذلك بالنسبةى الكنديسونيال كحتوى كسي بسكم تعرفوا الكنديسونيال راني حاطوها الدرس سي بلس البرازون كتعطاك فوتير سيمبل سي بلس لمبارفة كتعطاك الكنديسونيال present وسي بلس لو بس كو برفي كتعطاك الكنديسونيال باسي هذا هو الضرس الذي يجب أن تراجعه إلى الكنديسيوني وكعطيك اختيارات وكيدليكسي وكعطيك واحد لجوم واحد الفعل المصرف إما البرزن أو الام بارفي أو البليسكو بارفي وكعطيك ومن بعد كعطيك 3 بوان يعني واحد الفاراغ وكي يقول لك املأ بالجواب الصحيح يعني كتشد انت من من أربع اختيارات وكتحط الجواب الصحيح في ذلك الفاراغ بالنسبة للإزادجكتف يجب أن تراجعه لترس ككل كيف سواء الإزادجكتف كاليفكاتيف الإزادجكتف بوستيف وديموستيف الإزادجكتف نميرو هناك يكونوا حد الكوغدينيسيو ديال الأرقام مثلا سان كاتخوفان سان كاتخوفان ديس مهم بحالة الأمثلو كي يقول لك شنو هو الجواب الصحيح بالنسبة للإزادجكتف هادو هناك هاتراجع ملي عيسولوك هاتكون عارف شنو هاتدير هناك هنوصلعو تاني الزانطونيم يعني التضاد كلمة ضد كلمة كعطيك وحد الكلمة واربع اختيارات كي يقولوليك شنو هو لانطونيم ديال هاد الكلمة يعني الضد دياله بالنسبة للسينو نيم المراضيف يعني وحد الكلمة كتشبه مشي كتشبه لها كتابة وإنما المعنى بالنسبة لأمونيم هنا الجينيس يعني الجينيس نفس النطق ولكن الكتابة كتكون مختلفة كتنطقة نتيب بالنفس طريقة ولكن الكتابة بشكل آخر لنان ديغيفي الاسماء المشتقة مثلا كي أعطاوك واحد الفعل وكي قولوليك من مشتقة الفعل هادا كي أعطاوك الاسم دياله بار اكزامبل إكسبليكي إكسبليكاسيون يعني لوفرب إكسبليكي لنان ديغيفي دياله هو إكسبليكاسيون فهم؟ لاتخنسكريبسيون فونيتيك يعني الوصف النطقي كتكون واحد الكتابة كي أعطاوك واحد الكلمة وكي أعطاوك واحد الكتابة بحل الهندية بحل الروسية أو البولونية وكي يقولك شنو هو الفونيتيك دياله الكلمة هذي مثلا في كالقو في أنت كتشوف على حساب النطق كي داير مو ما تشوي أدشي كي يكون شوية مع قد حيث كي أعطاوك واحد الحروف مو كمبليكي في الأخير كي أعطاوك نص وكي يقولوا ليك عمر من خلال هاته الكلمات الغير المرتبة كي أعطاوك واحد تكست وكي أعطاوك الفارغات يعني كمبليتة وكي أعطاوك دي لدي الهاته كتكون جزءا خمسة دياله غالبا ما تعطاوك خمسة 4 إلى 5 ولك الأكترية كتعطاوك خمسة وكي ترتبهم بالأرقام من واحد إلى خمسة ليكن معلكم غير تراجعوه هذي يقول لكم ارا كل عام تجد حط يعني الى رجع توارش ارا ما هتلقاوه شي مشكل ما على لونغ فرانسيز يالله بان كوراش